اشتركوا في القناة هذه المقابلة الأبرائد عوض أبو سحلية كهن رعية البطيركية اللاتينية في رمالة وحاليا تم اختيارك كأمين عام لكاريتاس القدس أهل وسهل أبونا أهلين فيك شكرا لهذا البرنامج والضيافة ماذا يقول لك اختيارك كأمين عام لكاريتاس القدس القدس العزيزة على قلوب كل مشاهدين العرب وفي العالم أجمع بطبيعة الحال القدس هي أم جميع الكنائس كون كل شيء بدأ هناك من ذلك القبر الفارغ في صباح يوم القيامة ونحن فخرون بأن نكون في القدس وفي الأرض المقدسة وهذا فكري يعني أساسي بنسبة لي الانتماء للأرض المقدسة وفي كل أحوال صاحب المزامير دائما كان يقول بأن كل مسيح وكل مؤمن ولد فيها وفيها ينبيع وجذره فمن هنا نحن من حي جميع المشاهدين باسم كل مسيحيين في الأرض المقدسة أما بالنسبة الاختياري لهذا المنصب فهو أتى بعد خدمة طويلة للمدام كلوديت حبش في كرتس قدس نعم محروفة ونحييها عبر هذه الشاشة نعم هي خدمت كمتطوعة كمديرة عامة لكرتس القدس مدة 26 سنة بكل إخلاص وتفاني نعم ونحن نشكر على هذه الخدمة فيها قدمت استقالتها بالتالي كان على مجلس الأساقف الكاثوليك في الأرض المقدسة اللي برأسه غبطة الباتريارك في الأطوال أن يختار خلفا له خلفا لها نعم فأنا لم أطلب منصبا ولم كوني كان رعية في رمالله وهي رعية جميلة جدا رعية العائل المقدسة ورعية كبيرة فتم اختياري فأنا قبلت التحدي خاصة في هذا الوقت الصعب على الجميع سواء في الأرض المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدد القدس وفي غزة كون كاريتس القدس مسؤول عن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة طبعا أنت اختيارك لم يأتي من الفراغ لأنني أعلم أن كنت كاهنا نشطا والحمد لله في رعية الطيبة المذكورة في الكتاب المقدس ماذا شكلت لديك رعية الطيبة؟ بطبيعة الحالي أنا عندي خبرة في العمل الاجتماعي والإنساني منذ أكثر من عشر سنوات قبل حتى رعية الطيبة عندما كنت أبينا عاما لبطرير كي تلاتين وسكرتيرا خاصا لغبطة بطريات ميشيل الصباح هناك بدأت تتفتح يعني ميولي على العمل الإنساني والاجتماعي ولكن أقول دون فخر بأني أجبرت على الخوض في هذا المجال في الطيبة في العمل الاجتماعي سواء في مجال الاهتمام في المرضى وخاصة المسنين إذ قمنا ببناء بيت أفرام للمسنين الذي يحوي إلى الآن منذ سبع سنوات أكثر من ثمان وعشرين مسن وأيضا مركزا طبيا وأيضا عدة مشاريع تنموية كانت تهدف لتشغيل الناس وتجيبهم على البقاء في الأرض القدسي وأن يكسبوا قوتهم اليوم بكرمة يعني بعرق جبينهم بالرغم من الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الذي نحييه على سمودي وعلى صبري وعلى أمله هناك خطة لدى الكاريتاس بتفعيل التطوع لدى الشباب الفلسطيني نعم في الحقيقة في الكاريتاس القدس يقوم بعدة برامج ومنها البرنامج للشباب يوث ديبارتمنت بتقوم بتدريب بالشراكة مع جامعة بيت لحم مجموعة كبيرة من الشباب تعليمهم أولا تطوع تعليمه على العمل الجماعي وأيضا تحاول أن تخلق منهم قادة للمستقبل وفي رمالله حيث أنا موجود هناك مكتب خاص لإدارة شؤون هؤلاء المتطوعين الذي يبلغ عددهم تقريبا في مختلف الرعاية الـ 1500 شاب متطوعين أبونا أنت الآن تشارك لأول مرة ربما في مؤتمر إقليمي مونا كيف الوصول إلى التفاعل والتعاون ما بين كاريتاس القدس والكاريتاسات الموجودة في الوطن العربي خاصة أن ليس هناك علاقات دبلوماسية بين هذه البلدان والقدس كيف السبيل إلى التعاون والتواصل طبعا أنا كان لي شرف أن أكون في هذا المؤتمر لأول مرة وأنتهي بالحقيقة لأسمع ما يقال في هذا المؤتمر الذي يمثل كل مؤسسات الكاريتاس في العالم العربي في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا طبعا هناك تعاون سابق إذ أن كثير من الشباب شاركوا في برنامج الشباب الذي تقيمه المونا اللي هي شرق أوسط وشمال أفريقيا في الصيفية خمس شباب من الأرض المقدسة شاركوا في الاجتماعات التي كانت في لبنان وقبل ذلك أيضا في مصر طبعا بسبب صعوبة التنقل في الدول العربية للأسف طبعا ونحن من دعاة فتح الحدود فتح الحدود راسعة إن شاء الله سنرى ما هو المجال لكن أنا دهشت واندهلت من أول يوم بأن الحاجات الاجتماعية والإنسانية خاصة في العراق وفي سوريا وفي الأردن وأيضا في السومال وجيبوتي وموريتانيا تفوق بكثير الحاجات الإنسانية بالرغم من الظروف صعبة لنعيش كفلسطينيين فكنت أقول بيني وبين نفسي إنه نحن لسه بألف خير من فلسطين يمكن في فلسطين وفي الأرض المقدسي يمكن لوجود العديد والعديد من المؤسسات الخيرية تابع الكنيسة أو غير الكنيسة وكل مختلف الكنائس في الكليسة الكاثوليكية لديها مثلا السي آر اس لديها البنتفيك الميشن البعث البابوية لديها أيضا مؤسسة الكاريتاس والكنائس الأخرى كذلك فنحن محظوظون كونه في الأرض المقدسي وأنا شخصيا ما إنه في الأردن تكلمت مع سيد وائل سليمان مدير الكاريتاس الأردني بأنه على استعداد للتعاون في خطة بالذات تشمل مختلف الرعاية في الأردن وهي فكرة يمكن أن نحققها معا كون الرعاية الأبرشية الأرشالمية التي تنتد على فلسطين والأردن والجليل قليلة هي 72 رعية فنحن ولا إيش بالنسبة للأبرشيات في العالم فنحن سنحاول أن نجد توأمة بين هذه الرعاية والأبرشيات كل الرعاية مرتبطة بأبرشية في العالم خاصة في إيطاليا أو في فرنسا أو في سويسرا أو في ألمانيا بالتالي وأنا أريد أن أطلب منه أن يقوموا بمسح للحاجات الإنسانية في كل الرعاية من الرعاية بالخصوص في مجال المرضى مجال المسنين وذوي الحاجات الخاصة والعائلات الفقيرة والعطلين عن العمل وأيضا طلاب الجامعات أو المدارس هذه الحاجات الإنسانية يجب أن نغطيها في كل الرعاية طبعا نحن نهنئ بالفعل كارتس الأردن للعمل الجبار مع الوافدين سواء في السابق العراقين والآن السوريين فالأردن تعودت أن تكون بلد ضيافة وهي أضا تستضيف كثير من الفلسطينيين ولكن أخشى أسست عام 67 لإيواء أول اللاجئين الفلسطينيين بداية ثم العراقيين ثم السوريين اللبنانيين فالعراقيين فالسوريين والله أعلم بعدين إن شاء الله خلص إن شاء الله خلص نحن ندعو للسلام في هذه المنطقة وندعو أيضا في الأردن أن يبقى الاستقرار في ظل جلالة الملك والعائل هاشمية لأن استقرار الأردن هو يضمن استقرار المنطقة نعم أبو نراد عودة إلى الداخل الفلسطيني صراحة ونحن هذه السنة نفتخر بأن دولة فلسطين أصبحت دولة معترب بها بالأمم المتحدة لكن الطامة الكبرى والتي تحدث عنها صراحة قناسة البابة في إرشاد الرسولي هي الهجرة حيث قال أن المسيحيين الباقين في الوطن العربي صاروا متساويين مع المسيحيين الذين هاجروا أو هجروا لا مش متساويين عدد المسيحيين في الأرض المقدسة في الضرف الغربي والقدس الشرقي وقطاع غزلة يتجاوز الـ 55 ألف يعني 1.4% من عدد السكان الكلي ربما الإرشاد الرسولي تحدث عن كل منطقة الشرق الأوسط التي تحدث عنها لكن السؤال كيف تسهم الكاريتاس في إبقاء المسيحيين والفلسطيني بشكل عام في أماكنهم نعم بالحقيقة هذا هدف استراتيجي للكاريتاس وتجويع الناس على البقاء في الأرض المقدسة عن عدة طرق أول شيء طريق تشغيل الناس فالكاريتاس في كادرها حوالي 90 موظف إذا أنت تعطي شغل لـ 90 موظف معناته 90 عائلة تستطيع تعيش بكرام وتبقى في البلد هل هناك مشاريع إسكان؟ الكاريتاس لم تقوم بمشاريع إسكان ولكن البطرير كيلاتين قامت بذلك في عدة قرى ومدن فلسطينية من ضمنها في القدس الآن قبل عيد الفصح سيسلم تقريبا 72 شقة في القدس لـ 72 عائلة شابة وهذا إنجاز عظيم خاصة أن الحصول على التصريح للبناء في القدس هو شبه مستحيل وأيضا هناك مشاريع مماثلة في بيت لحم وأيضا في مدينة بيرزيت في رمالله هناك مشاريع قديمة تقريبا 70 شقة تعيش فيها 70 عائلة يعني مستورة أما الكاريتاس تقوم أيضا في المجال الطبي في عدة مراكز طبية في الطيبة في عبود مراكز للانسحاب من الإدمان على المخدرات في مدينة القدس القديمة وأيضا مراكز طبية في مدينة غزة ومدينة رفح أنا شخصيا فكرتي طبعا هذا ما نطمح له أن نتقل من المحبة إلى التنمية طبعا المحبة المتجسدة بالعمل بالضبط يعني إذا نعطي الناس ونعطي الناس نخلق عقلية اللي يسميها عقلية شح دي أنه فقط خذ 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 لكن نحن نقول أنه لازم الانتقال من المحبة إلى التنمية أبونا رايد أنت لأنه وقت البرنامج أنت الكاهن الفلسطيني الشاب المتحمس الذي أسست غصن الزيتون نعم وأسست أيضا قناديل السلام نعم نريد منك نداء عبر شاشة نورسات من أجل السلام في الشرق الأوسط وفي العالم طبعا أنا بحكم خلنا نقول تربيتي ودراستي في روما من قلاء المتخصصين في موضوع العنف نعم والعنف في الفكر الإسلامي فلذلك نحن أطلقنا فكرة الموسيقى من أجل السلام music for peace وأطلقنا أيضا فكرة قناديل السلام وإنا من كتاب استراتيجية غصن الزيتون واستراتيجية غصن الزيتون تقوم على هذا المبدأ الأساسي أن الشعب الفلسطيني قوي بالحجارة أكثر من السلاح وأقوى بأغصان الزيتون من الحجارة فأنا كانت دعوتي أن نرمي الحجارة جانبا والسلاح جانبا ونرفع غصن الزيتون وكانت قد اقترحته على الرئيس ياسر عرفات في 2002 أن نحوله إلى غاندي فلسطيني وأن يدعو 5 مليون من الفلسطينيين أن يرفعوا 5 مليون من أغصان الزيتون ليعطيها لـ 5 مليون من الإسرائيل واليهود ويقول لهم بأننا نريد أن نعيش بسلام أنا أومن وهذه قناعتي بأن السلام في الأرض المقدسة بالذات يعني السلام في العالم والسلام في القدس يعني السلام في العالم كله وأن أكبر نعمة ممكن رب العالمين والعالم يعطيها للقدس هي نعمة السلام فعندما نحصل عسلان في الأرض القدس في الأرض المقدسة لا نحتاج لا لكاريتاس ولا لسي أر إس ولا لأي عمل اجتماعي لأن كنز الأرض المقدسة هي الأماكن المقدسة ستتحول الأرض المقدسة ليس إلى الأرض التي تضر لبن وعسلان ولكن إلى فردوس المفقود المفقود إن شاء الله الموجود أعزائي المشاهدين مع الأبرائد عوض الكاهن الفلسطيني الشاب في البطيركية اللاتينية والأمين العام لكاريتاس القدس العزيزة على قلوبنا جميعا نحييكم بطاقة محبة وغصن زيتون لكم جميعا من عمان وإلى اللقاء